ريدي تون مع فتمة كراي الوظيفة العمومية وعملية التسريح كانت تشخر زادت بف الوظيفة العمومية فيها وما فيها وظيفة ميكانيزماتها تتخطل تتدرج بشوية بشوية اللي يقول لك تونس عندها إدارة عثمانية معناها إدارة إرجع عدوى معناها إدارة استنى الصبر راهوا أحنا عاملين عليكم زية راهوا الدولة تصرف راهوا الدولة ما عندهاش ما عنا منين نجيبولك هذا هو المنطق اليوم في قانون الميزانية ما تروح إجراء تسريح الموظفين قبل ما يوصلوا للتقاعد بيه تشوفوا أو كمنه يخفف من الإدارة ومن كثافة عدد الموظفين اللي وصلوا 600 ألف ويش ومنه كتلة الأجور تتنقص كيف ما هو مطلوب منها هالإدارة هذية من صندوق النقد الدولي والهيئات المقرضة الإدارة التونسية تتخطل الإدارة التونسية في عقلها تمشي ما عندها مزير بها قانون الصفقات يقلق وقانون الواردات يقلق وكل شيء يقلق فيها الإدارة هذية والمواطن شدت له لدارة هاتسي فهي قابلني اليوم هالإدارة هذية في عود تتصلح ونصلحوها بالقوانين وكذلك بالإرادة نجي ونقولوا اليوم راهوا بيش نسرحوا عندكم الإمكانية أنكم أنتم تمشيوا تعملوا إما حاجة ما عندها باسمك أنتي تعملها في الخواص وإلا تمشي تلتحق بالخواص ينجي ونشوفو نلقاو اللي دارة بيش يخرج منها شكون زاما وشكون هم الخواص اللي باش يستقطبوا هالإداريين هذوما أو الكفاءات تتصوروا اللي خارج من إدارة باش يقبلوا القطاع الخاص يكون معناتها ماركة إرجع غدوة ويتخطل هو زادة ومش عارف الدنيا وينماشية ما نتصورش بالطبيعة المتميزين باش يخطفوهم ويجريوا في جرتهم ومش الموظف اللي عنده غناية للمواطن يعرض بها ديما يعرضوا بها ديما ارجع غدوة والشباك مسكر وطوى عندهم غناية جديدة احنا الدولة نصرفوا على المواطن وهيكم اسمعتوا مسؤول في التطهير لو ناس قالك انتي يا مواطن راك تدفع في ملاليم في فاتورة الماء ولكن احنا لو ناس اللي هي جهة رسمية وجهة عمومية قالك احنا نصرفوا في دينار معناها هات السيف هيا قابلني ولينا احنا النجم ونتقارنوا اليوم الإدارة التونسية باش تفقد برشا بدون ان هي تتصلح باش تخلي الراكد وتهز اللي بيه الفايدة باش تخلي اللي ما عنده ما يصنع وما عنده ما يضيف وما عنده حتى قانون ينجم يحاسبوا وباش تهز الناس اللي هاربين ماك القانون 96 الناس اللي عندهم العقل الخلاق اليوم الإداري الموظف هاو نحكيه عليه شبيه الموظف اليوم في تونس اللي عملوا البارح يعملوا غدوة ويعملوا اليوم عليش زعمة على خاطر يقولك لو كان أنا نفتي ولا نخدم العقل الخلاق ولا نبادر المبادرة تتعاقب عليها بقانون 96 اليوم الإدارة التونسية ما فيهاش روح المبادرة وما يخليوهمش يعملوا مبادرة وأبريتو هو يخدم العارفو في إطار التراتوبية الإدارية كانوا أعملوا حاجة باهية روحوا عرفوا هو اللي بشي يجأس وكانوا أعملوا حاجة خايبة روحوا اللي بشي تعاقب وهذه هي الإدارة التونسية واللي ما تصل لحدش وما فيهاش مكان للعقل الخلاق اليوم الإدارة راكدة الإدارة رتيبة الإدارة تتخطل ولكن أنت تجي اليوم بقانون في قانون المالية بسم أنك أنت باش تخفض من كتلة الأجور تجي تخرج فيهم بوها على خوهرة وباش يخرج لك كان الإنسان اللي يقدم واللي هو يجري في جرته الخواص يجريه في جرته ولكن أنت باش تزيد تبرك الإدارة ومن هنا يكون تفكيك الدولة بيايدي أمالها ترجمة نانسي قنقر